هي القصة السريعة كده يا جماعة كان نسب للكابتن عصام عفتاح في صحيفة العين الاماراتية انه قال وهو بيعمل محاضرة للحكام في تونس انه دور المصري الحكام بوزوه والفار اهد الدوري لما لا يستحق العين الاماراتية نشرت كده فطلع كابتن عصام عفتاح قال ده ما حصلش وما كانش فيه صحفين حاضرين ودي كانت ندوة فقط للحكام صدقنا الكابتن عصام وكذبنا العين وكذبنا الاشقاء في تونس حتى ظهر بالامس الكابتن جهاد جنيشة زي ما المهندس عادل اشار كان مع الكابتن متحق شلبي وقال حاجة تانية كان طلع التصريح الكابتن عصام وطلع في جميع السوشال ميديا وطبعا كابتن عصام طلع نفال لانا انا استغربت اصلا من التصريح يعني اي حد يستغرب من اللي حصل وكان في المعسكر في تونس وطلع كلام في صحيفة اميراتية انه قال كلام كلام كله كان تخبيت في تحكيل مصر كلام تخبيت في تحكيل مصر هو نفا هو نفاكلام هو نفاكلام وانا طبعا انا معنوين في الكلام انه قال ان الدوري دهب لمن لا يستحق حاصل هو ما قالش يقول他是ughtالك هو نفاكلام انا كان المعسكر ده محكم معسكر نغبة في اتحاد التونسي معسكر نغبة اي تونسى كلهم حبيبنا كلهم حقام زمالي فأنا اتصلت أنه طبعا ما فيش صاحب بيخش جوه اللي جوه المعسكر يعني انت في المعسكر نو بتحدي تنسي وفي التحدي دولي محدش بيخش جوه المعسكر كا فأنا كلام تحد من يعني 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 بعد بعد مع اعرائت القصة دي فكلام تحد من الحكام دولة اللي ممارس موجودين كانوا موجودون في المعسكر ما هو معسكر نوبة فكلهم حبايبي يعني فسألت على الواقع دي فقالت أنا أردت كذا كذا وكابت النصام نافع أنا على فكرة أنا معكبت النصام نينفع لأنه مفعلا استحلقوا حاجة كده فكان الحوار يتقال بالضبط الحوار يتقال إيه الحكام التوانسة كانوا بيقول إحنا عايزين نتطبق الفار في مصر في تونس زي مصر زي حكام مصر بيطبقوا الفار فهت محاضرة مقفولة الحكام والمحاضر كابت النصام فلون فار يتطبقوا في مصر الحكام المصريين خربوا دور المصري ده يتقالك في المحاضرة بس حاجة غير أمين موجود في المعسكر هو الخرك خرك الجملة دي إن الحكام خربوا أنا بقى أنا لومي على كابت النصام في حاجة واحدة إحنا حقام مصري ما ينفعش يتقال علينا أي حاجة أنت واحد مننا ما ينفعش أنت راجل مسؤول عن تحكيم مصري السنين أو ما كانتش مسؤول ساعتها في تحكيم مصري بقى المسؤول الكابت النواجي أنت الناس اللي كانت معمش وملح خبط فيه لما كابت النواجيه وكانت دوك العزب ما أنت قلت تحكيم مصري خرب الدنيا يبقى اللاجنة لكت موجودة بوزة الدنيا طيب فأنا اللي زعلني في الواقعة دي اللي زعلني جدا في الواقعة دي لما الحاكم قال لي آه آه بس ألها في محاضرة إزاي طلعت إزاي من المحاضرة هو نفس النفس استغرب يعني فأنا اللي يعني بقى لومي كابت النصام يا كابت النصام إحنا حقام مصريين إحنا أخواتك الصغرين ما ينفعش تلومنا عاية خدنا بسكة طلعت إزاي دي وعدم أمانة ومش عدم أمانة طلعت زي ما أنت سألت واحد أهلا كنت بتقول هؤلاء ما هي بتطلع كده ليه اللي قال لي غير أمير يعني ما يعني المسألة مسألة حصل ولا ما حصلش حصل ولا ما حصلش مش مسألة إحنا همنا في أنه حصلت ولا لا اللي همنا إن هذا الإدراك من المسؤول الأول عن التحكيم سابقا ثم الآن وما بينهما زملاء الأعزاء اللي كانوا بيشاركوه وكان مسؤول عنه مواعده اتحاد كورة عن التحكيم إنه وصمهم ووصفهم بإنهم بوزوا الدوري فلما نيجي النادي الآلي أو بعض الأندية تشريكي يبقى بتستند إلى أسباب حقيقية لا يريد أن يلتفت إليها أحد طيب كيف يمكن أن ينصلي حال التحكيم باللي إحنا شايفينه ده يا جماعة ناس متشحنة عملة بتكيدفوا بعض على حساب الأندية يا كابتن جهاد أنت يعني بعد ما بقتلت تحدست ماشي ولكن عندما تحدست لا ما انت وصمت برضو التحكيم أنت شرفاء ماشي يا سيدي شرف ما يقصدوش ما ليقصدوش ما هو أصلهم لو شرفاء يعني ما بيقبضوش كويس ده ما فهم الشرف عند البعض هنا إنه ما بيقبضش لكن لما يكون منتمي بيؤدي إلى نفس الغرض لما كله وجهة نظر ولا يطبق للفساد أشكال أخرى تفسيرات أخرى أنت المعيار مش ثابت كل الناس شايفة هذا الأمر بوضوح والفار الفار الفار حاجة غريبة جدا فار إيه فار إيه وصلنا لإيه الفار وصلنا إخبطه دمكه في الحيط هي كده ولذلك مش عارف دور اللجنة لجنة ربطة الأندية حيكون إيه مع لجنة مع ما التحكيم التحكيم تابع للتحاد ما تابع للتحاد بس حيكون لها دور معاهم في مراجعته يعني الأزمات التي سوف يتسبب فيها وسوف يتسبب لأن أنت مغيق أنت دخل في الكمبيوتر نفس المعطيات يبقى من السزاجة أنت تنتظر نتائج مختلفة طبعا أنت نفس المعطيات إحنا بدين بيها بنفس الأشخاص بنفس المشحنات بنفس النفسانة وحد يتام وحده كان بيحاربه عشان مجرد أن يسجلوا ما يعدهوش بيقولوا سجل لي عداك بس أنا ما قدرتش يعدي الكابتن جمال فحاربك جد فشوش بس والنبي ما تعملاش مع أمين عمر عشان أمين عمر صعبان علي وبعدين ما برضو راح لايش أمين عمر واحدة في السكة ما انت حرام أنك أنت ترميه قبل ما تعلموا العوم يا خبرة بيض يعني أنت جاي تقول أنه هو مش كواليفايد أنه يروح المعترك دا دلوقتي أنت بتعملوا ببعض كلكم كده على بعض يعني جهي كحالها عماه ها والنبي دا مش هجوم على التحكيم دا احنا بنعلق على اللي بيقولوه يا أخوانا يا جماعة ما كناش هنواجه ما شاكلنا مش هنحل والحلول أصبحت ما تجيش بنفس الأسلوب اللي احنا عايشين به مش هينفع المشكلة أنه يبقى الكلام مين اللي قال وأنه اللي قال دا غير أمين وأن المحاضرة كانت مغلقة وكان فيها حكام بس حكم غير أمين من الحكام اللي حضرين مش اتقال ولا ما تقالش هو اللي بلغ الصحيفة الإماراتية مش مش اتقال ولا ما تقالش ثم أن الأخطر في الموضوع وده الأهم الحقيقة كابتن عصام عفتاح زي وزي كابتن الشناوي كابتن سامير عثمان اتفقوا على أنه قرارات التحكيم في غرفة الفار كانت مؤسرة وعرضنا لكم أنه طوال مسيرة الدوري بإجمع شهادة القبراء والمراقبين أن الأهل خسر 15 نقطة بسبب تدخلات الفار سواء التدخل السلبي أو الامتناع عن التدخل في النهاية أخطاء الحكام أضعت على ليلة 15 نقطة دي كانت واضحة وسبتة إذا كان كابتن عصام عفتاح رصد كل هذه الأخطاء وعارف وأنا سمعته في حوار مطول مع الزميل سيف زاهر أقر بأنه الفار كان له مشاكل كتير جداً خلاص سيبنا أن أنت قلت للأشقاء في تونس أو ما قلتش لكن شوف وتأكد أن المسابقة قدرت بشكل مؤثر جداً من ناحية الفار هتعمل إيه في الموسم اللي جاي إزاي نقدر نقول اللي حصل مع الآلي من إهدار لحقوق مشروعة ووضحة بإجماع الخبراء مش هيتكرر تاني وما تحطى ليش أنه حنجيب كاميرات زيادة لأن المسألة كانت مش محتاجة كاميرات في بعض الحياة يعني خد كل قدراتك اللوجستية وفر كل إمكانتك اللي أنت عايزها بس في النهاية الفارت عمل علشان يحفظ أكبر قدر ممكن من العدالة طيب فيه إرادة للعدالة نتمنى أنها تكون موجودة نتمنى أن الشكوى إذا كانت شكوى تقنية يتم حلها لكن لما يتعلق الأمر بالأفراد والأشخاص والتدخلات نتمنى أن ده اللي حصل ما يتكررش بعيداً بقى عن أن مين من تونس قال ومين ما قالش جهات صح ولا جهات غلط عصام قال ولا ما قالش لا خلينا في أصل الموضوع اللي حصل ما يتكررش لأنه فيه إقرار وفيه إجمع عليه في خطور التدخلات الفار ده فيما يتعلق برضو افتقاد الشفافية لكن من قافة المدينة أيضاً المبالغة يا باش موندس هي دي بقى ما بنعرفش نضع كل حاجة في حجمها يا الأهلي ده مالوش نظير وكل حاجة بيعملها أوبا لأنه الأهلي ولأنه مش عارف ونفضل نعلي في كل تصرف وكل إنجاز وإشادة مطلقة باللعبة يا إما هجوم ضاري وما فيش حاجة صح ولازم كل حاجة تتغير ونبتدي من أول الصات وضيعتونا وعملتونا مع أي إخفاق أنا مدرك الظرف اللي إحنا فيه ودخلين على انتخابات فيه ناس حتعلي قوي أيوة في هذا الاتجاه لأن بالصدفة ما أنت برضو لو فيه إيجابيات اتحققت يعني كل سلبياتك اتكومت في الشهر ده وكل إنجازاتك المبهرة اللي كرمت الناس عليها واللي احتفلت بيها حصلت في وقت سابق لو عكسنا الآية كان زمان النادي الآلي يعيش أعلى درجات النجاح فأنت فيه فقرة أنا عايز أقل التفاصيل لما تنقشها لأنها مهمة جدا